شجب الشعب المصري الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس وعبر عن خالص تعزيل أسر الضحايا كما دان الأزهر الشريف في بيان رسمي حوادث الاعتداء في فرنسا وعبر بعض من علماء لكمير أخبار الآن عن براءة الدين الإسلامي من مثل هذه الأفعال عمر ما كانت لغة الإرهاب ولغة العنف ولغة الفوضى لغة الشعوب ولغة البشر أنتوا طلعتوا الخارج لطاقة بشر خالص عمر ما الإرهاب هيخضع رأي عام شعب ورؤساء ودول بتدور على مصالح شعوبها وعمر ما الإرهاب هيخضع إرادة شعوب دي لغة فشلة أنتوا بتستخدموا الإرهاب والقتل والعنف والدم ولغة الدم دي لغة فشلة أصلا فكون إن في تفجيرات ما حدش يرضع تفجيرات وكون إن هما ينسوا للإسلام دول ناس مش إسلاميين دول ناس متأسلمين وليس مسلمين مبارح بس عرفنا أن العالم كله غير آمن لأن الإرهاب لا دين له ولا دولة له طبعا إحنا بنجي أي اعتداء على أي بشر ونتمنى أنهم يغوروا من البلاد العربية يغوروا من بلادنا ويروح بلادهم وإحنا نعز زمان إن شاء الله ما حدث في فرنسا هذا أمر مشين ولا يتصل بالإسلام في شيء وإنما يتصل بناس متطرفين يفسروا الدين تفسير خاطئ أدى إلى أنه يكونوا أكثر تطرفا وأكثر إجراما وأكثر تهديدا للناس ما حدث من حادث في دولة فرنسا حادث إرهابي مجرم جبان محض علاقته كلها بالإجرام علاقته كلها بالإرهاب العالمي علاقته كلها بعمل المخابرات التي تريد أن تعبث بأمن الدول عامة هذا الأمر لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالدين الإسلامي الدين الإسلامي من هذا الحادث براء تماما حتى لا يأتي آت أو يدعي مدعي أن هذا الأمر له علاقة بمن ينتسبون الإسلام بعض من الناس يدعي كذبا وافتراء وبهتانا أنه منتسب الإسلام ويريد أن يشوه الإسلام أما الإسلام فهو دين سلام دين رحمة دين مودة دين سكينة دين طمأنينة لا مجال فيه أبدا لأي نوع من الناس حتى لا يستغل البعض ممن يريدون هذا الحادث في أن يعيد علينا هذا الأمر بأن المسلمين يفعلون والإسلام يفعل وهكذا الدين من هذا براء وديننا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن من لا يرحم لا يرحم الرحمة حتى أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم والمولى صلى الله عليه وسلم حتى للجمادات والحيوانات أذكر كل مشاهد وكل مشاهدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جزاء هؤلاء فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمن خرج من أمتي يقتل برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد عهده هذا الإنسان الذي يرتكب مثل هذه الأعمال يقول عنه النبي فأنا بريء منه والله تبارك وتعالى بريء منه إذن هو مطرود من رحمة الله ومطرود من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأعمال لا أساس لها في الدين نهائيا ولو بأي صورة من الصبر لأن الإسلام دين الحب والمودة والأخوة والنقاء أتمنى أن يعيد مثل هؤلاء تفكرهم وعلينا مسؤولية كعلماء وغير علماء أن نشكب وأن ندين مثل هذه الأعمال الإجرامية لأن الدين بريء منها نهائيا وندعو الله تبارك وتعالى أن يرحم هؤلاء الذين قتلوا غدرا لأن هؤلاء لا ما كان لهم ولا شيء لديهم وإنما قتلوا بطريق الإجرام وبطريق لا يقره الدين هذا ما نأمله جميعا ونشكب وندين مرة ثانية مثل هذه الأعمال ومن يعين على هذه الأعمال ومن يشارك فيها فعليه لعنة الله ولعنة الناس إلى يوم القيامة اشتركوا في القناة